خلال افتتاح الجمعية العامة لاتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا قال رئيس الاتحاد السيد أحمد رضا الشامي إن الاتحاد مدعو لتركيز جهوده حول مكافحة التغيرات المناخية لفائدة السكان الأفارقة اكثر من 53% الساكنة في إفريقيا تقولون بأنهم يحسون بالتغير المناخ كين عكاسات على الحياة اليومية لهم تعانيهم من الجفاف، تعانيهم من قلب الماء، تعانيهم من تظهور التصراب لهم لإسميتهم إلى آخره ويتوخت اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا نهج حكامة مناخية على مستوى القارة الإفريقية من خلال التنسيق الجيد والتوفيق بين مواقف المجالس الاقتصادية والاجتماعية الاتحاد يشكل إطار عمل يهدف إلى تضافر الجهود بين البلدان الإفريقية كما يسعى إلى تحقيق الأهداف في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوبنا وتميزت أشغال هذا اللقاء على الخصوص بالمصادقة على محظر اجتماع الجمعية العامة العادية والاستثنائية وتقديم ميثاق اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة في إفريقيا المتعلق باستدامة التنمية في إفريقيا فضلا عن تقديم والمصادقة على وثيقة الاتحاد من أجل عمل إفريقي في مواجهة التغيير المناخي